لا فرق بين المغادرة أو الوصول هكذا صارت الصورة في مطار الحديدة الدولي أحد أهم مطارات البلاد خالية من أي مسافرين خراب وبقايا أبواب هو كل ما تبقى بعد سيطرة جماعة الحوثيين الإنقلابية عليه إبان اجتياحهم للمدينة في سبتمبر العام قبل الماضي وهو ما تسبب بقصف طائرات التحالف العربي لمدارج المطار يعد المطار واحدا من أهم المنشآت الحيوية في المحافظة بل وشريانا رئيسيا لها لما يمثله من منفذ اقتصادي هام للبضائع وقدراته على استقبال طائرات الشحن التجاري لكن بعد كل ما لحق به تضرر الكثير من المواطنين وانعكست الحالة ليس على الحديدة فقط وإنما على الجانب الاقتصادي في البلاد بشكل عام في مقدمة كل ذلك أدى هذا الوضع الجديد إلى توقف الرحلات الداخلية والخارجية وغياب الرؤية لدى سلطة الأمر الواقع لإعادة تشغيله فمشروع الجماعة الانقلابية هو الطموح للسلطة فقط دون أي أفكار لإدارتها وهو أيضا ما أصاب مؤسسات الدولة والمنشآت الحكومية بشلل وعطل حياة الناس على مختلف المستويات